لكن هنبتدي أخبارنا النهاردة من جهود رجال الشرطة البواسل في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وزارة الداخلية أكدت في بيان أنه استكمالاً لجهود الوزارة في ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وتتبع عنشطتهم الإجرامية أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني بتفيد بصدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد للإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القاد القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورد بعضهم في ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوقار التنظيمية اللي بيتخذوها مقر لاختباءهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائي مجهود كبير يبدله رجال الشرطة البواسل والدخلية في تأمين مصر بلدنا من هؤلاء الخفافيش الظلام وطيور الظلام اللي الحقيقة هدفهم كل هدفهم تعكير الأمن والسلم الداخلي وترويع الآمنين كل الشكر لرجال الشرطة البواسل على هذا المجهود الكبير طبعا لو تم لقدر الله استخدام هذه الأسلحة وتنفيذ تلك الخطط كان للأسف يعني تخيلوا المشهد حيكون إزاي والرعب حيكون إزاي طبعا كل ده بفضل توفيق ربنا وجهود رجال الشرطة البواسل في تأمين الوطن من تلك العناصر الإرهابية اشتركوا في القناة